يعني خلاص دخلنا فعليا في فصل الشتاء ومع فصل الشتاء بيظهر كتير من المصابين بالفيروسات الخاصة بفصل الشتاء وتحديدا دور البرد والأسف كتير من المرضى بياخدوا المضادات الحيوية من غير ما يستشيره الطبيب أو أي استشارات طبية قبل ما ياخدوا هذه العقارات الخاصة بالمضادات الحيوية تحديدا وفيه دراسات بتقول أن 75% منهم بيستخدموا هذه المضادات دون أي دراسة لها للأثار الجانبية وبمجرد ما بيحسوا بأي ألام في جسمهم وده لي مخاطر كتير جدا على الجهاز المناعي علشان كده إحنا معنا النهاردة الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناع عشان يكلمنا عن أعراض المضادات الحيوية التي تستخدم دون أي جدوى أو دون أي دراسة لها صباح الخير يا دكتور صباح الخير على حضرتك صباح الخير أستاذ المشاهدين صباح الخير على حضرتك صباح الخير على حضرتك إيه رأي حضرتك؟ ناس كثيرة تعبت سخنت تحديدا خد مضاد حيوي اعتقاد نفسي رهيب جدا عند الأسر أن ابني مش يخفل مضاد حيوي تقنع في الأم تقنع في الأب أن دي عدوة فيروسية مش لازم مضاد حيوي تليها تاني يوم أنا ابني مش يرتاح لما ياخد حوانة مضاد حيوي الاعتقاد النفسي ده إحنا لازم نزيل هذا الاعتقاد لدى الأسر لأن ده اعتقاد خاطئ نهائيا بالفعل 75% أو أكتر من الأدوار اللي مشى هي أدوار فيروسية الأدوار الفيروسية لا تعالج بمضادات حيوية نهائيا بل بالعكس هذا كارثي لأن فرط استخدام المضادات الحيوية اللي احنا خلال فترة السنتين ثلاثة اللي فاتوا في كرونا كل الأسر كانت بتستسهل أن ابني سخن أو أنا سخن أنا عندي احتقام بسيط أنا عندي برد أخو مضاد حيوي حاصل فرط استخدام مضادات حيوي بالنسبة كبيرة جدا خلال بالذات كورونا أو السنتين اللي فاتوا والموسم ده اعتقاد الناس بأن المضاد الحيوي هو اللي هيشاف ابني أو يعمله اعتقاد خاطئ نهائيا لأن العدوار الفيروسية لا تعالج بالمضادات الحيوية ويتعافى الشخص منها تلقائيا دون أغزئية مضادات حيوي طيب أنا عايزة أقف عند الحتة دي عشان أنا عندي اعتقاد شخصي أنه أنا يعني وعايزة حضرتك تصحح لي مش لازم ده يكون صح أنه مش لازم كل ما حس ببرد أو كل ما حس أن أنا ابتديت أتعب أجري ألحق نفسي بالأدوية أنا بحس أن أي حاجة مش طبيعية أنا بعود جسمي على استسهل أو المناعة بتاعتي على أنها تستسهل لأنه فيه حاجة جاياني منبرة هي اللي بتقوم بمكافحة ومحاربة الفيروسات اللي بتبقى موجودة ده لو بيكافح أصلا ده لو أصلا لدور يعني فكرة أن أنا عندي برد أروح ألحق نفسي مضادات حيوية عشان ألحق الدور دي أصلا طبية من الصح بمعنى أن المضادات الحيوية ما بيلحقش الدور أما البعض يعمل إيه؟ يعني بمعنى أنت دلوقتي لو عندك ارتفاع حرارة واحتقام بسيطة عدوة فيروسية لو خدت أقراص خفض الحرارة التقليدية البرس التمويل العادي وصبرنا بالسوايل لمدة يومين هتلاقي الأعراض دي زالت المشكلة في خوف الأم وهلاع على ابنها أنه هو مش يخفي إلا بمضادات حيوية تأمي ديالو حؤن مش ميقاريتها مثلا تديره ده وشهر لأ حؤن ولازم حؤن عشان تبقى سريعة ويجيب نتيجة والدور هياخد نفس الميقات اللي هو هيخفي به من غير مضادات حيوية هو بنفس الوقت بل أنت ضريت ابنك وضريت طفلك طب ضريته إزاي أولا إدتوا مضادات حيوية بدون داعي وكررت المضادة أكتر من مرة بمعنية أثار جانبية أولا على الكبد والكلة ثانيا أولا فرط استخدام المضادات الحيوية هيأدي إلى مقتل في حاجة اسمها البكتيريا النفعة في جسم الإنسان في الجهاز الهضمي نمو البكتيريا الضرة والقضاء على البكتيريا النفعة اللي لها دور مناعي لها دور غزائي لها دور تحسوسي يساعد بالنسبة كبيرة جدا على ظهور الأمراض المناعية لطفلي يساعد بالنسبة كبيرة جدا على ظهور أعراض الحساسية بصورة مبكرة سواء كان حساسية غزائية أو حساسية ربوية والبكتيريا النفعة لها دور هضمي مهم جدا له هضم الطفل وهضم الأشياء انت قد تعلها نهائيا ثالثا أنت بعد فترة من استخدامك المضادات الحيوية هيحدث نمو إلى جيل من البكتيريا مقاوم المضادات الحيوية هيجي ابنك أو طفلك بعد فترة بالفعل عنده عدوة بكتيريا يحتاج لمضادات الحيوية هتجيله المضادات الحيوية لانت بتدوله كل مرة مش هيجيب نتيجة معاه ليه؟ لأن حصل نوع من المقاومة البكتيريا قومة وده الخوف العالمي أن يظهر سلالة من البكتيريا مقاومة المضادات الحيوية في العالم كله ده بسبب فرط استخدام المضادات الحيوية أنا أزوقف عندي دي لأن دي بعض الأشخاص بتجود بمعنى النهاردة دديت مضاد حيوي X المرة الجاية لما تعب مش هدي X أنا هغير له X ده بY علشان خاطر يبقى أنا غيرت المضاد الحيو فالمناعة عرفت تتعامل غفلت المناعة غفلت المناعة زي ما حايف تقول كده برده دقي أضراره كارسي لأن أنت أصلا في الأصل مش محتاجه سيئلين أنت بتغير تغير على ابنك مضادات حيوية أنت بتدخله أنواع مضادات بتخلي بعد كده البكتيريا فعليا لو عنده بقى دور محتاج مضاد حيوية لا اللي أنت تدخله قبل كده ولا اللي بعده ولا اللي بعده وهيجي من نتيجة لأنه حصل نوع من دا المقاومة لأن أنت قررت المضادات الحيوية بصورة مستمرة في أدوار بدون داعي طب الكارسة الأخرى أي تاني أولا أنت تدخله مضاد حيوية بدون داعي وده ضرر قللت منعته أعملت جيل من المضادات الحيوية مقامل البكتيريا لا ده أنت كمان إيه ده مش هزولك في الكارسة أن الأم تصر على الطبيب أنه يجب أن يأخذ حيوية ده مش هو الطبيب كامل لا بتروح السيدة اللي هي لا تدي له حقنا عشان يجب من الآخر أنت بتدي له الحقنا دي أصلا بدون داعي بتأثر منعته وبتدهله كمان بدون إجراء اختبارات حساسية أنا أصلا أريد أن أسأل سؤال هو أصلا ينفع أنه أي حد كده يقرر يدي حتى لو أدوية عادية يعني فراسيتامول من غير ما تستشير الطبيب يعني أنا بحس أنه أصلا لو ما فيش داعي لاستخدام الأدوية بلاش برضو ندخل حاجات تانية لجسم أطفالنا من سن صغير يعني لازم الدكتور هو اللي بيبقى بيشرف على حاجة زي بالفعل هو ده اللي صحي أن أنت أي عكار أيا كان لازم تحت تشرف طبي بس الأسر بظروف اقتصادية ما هو لأ أنا هروح الصيدلية أروح أديله إزالة مضادة حيوي وده وسخوني يا ريتم نكتفي بإزالة مضادة حيوي لأ دانا عشان الوضع يبقى سريع ويبني خيف بسرعة هديله حقا والحقا طبعا حصل عليها لغة كبيرة جدا يعني بدون ما نقولي أنها ملهاش ملهاش علاقة طبية أصلا بالدور وبتدعي في مناعة الطفل لا في حالات حصل منها وفيها بسبب أخذ حقا بدون إجراء اختبارات حساسية هنا حاول نتكلم عن حقا المضادة الحيوي بالفعل حقا المضادة الحيوي أولا خدناها بدون داعي سألننا خدناها من غير ما نجري اختبار حساسية لها ودي كانت كارثية وحصل حالات وفيها بسبب أخذها بدون داعي وبدون إجراء اختبار حساسية قبل إعطاها وده طبعا حاجة كارثية أولا أنت مش المفروض تأخذها في الأصل ثانيا لو حتى الدكتور هو الوصفة يجب أخذها في المستشفى مش في الصيدلية وعمل اختبار حساسية لها قبل إعطاها ده لو حتى الطبيب هو اللي أقرها مش بتتخذ عشوائية بالصورة اللي الناس بتأخذها طيب كان مجرب ما بيجي لي دور برد كنت بطل عجل على الصيدلية واخد ميكس عظيم كده كان بيتعمل فلترين على حاجة كورتزون على مضاد حامل كوكتيل ثلاثة الكوكتيل دول بيتضربوا في حقنا واحدة كنت بالليل أحس اللي أنا رعشة سخنية عرقت خلاص كده صحيت يعني وحش تاني مررة تانية خورة هتلر بالضبط جي أنا أخوها الكبير دكتور صيدل أول ما عارف ده حذرني منها وقال لي إيه وعى وده مستحيل وده خطأ كارسية عاوزيني يعرف بقى خطورة ده إيه لأن في ناس كتيري أو يعرفهم مقربين لي بيعملوا ده هتريحك ارتياح وهمي لأن فيها كورتزون كورتزون ده هيحس لك الأعراض أيا كانت بقى فيروسية بكتيرية محتاج المضادة أو مش محتاجه هتحسسك بنوع من الارتياح فيه مسكن هي راح لك الوجع فيه مضادة حاوي وانت دي عضو فيروسية انت مش محتاجه خدت مسكن وبما أثاره الجانبية على الكلة خدت كورتزون الفكرة بقى أنت خدتها مرة بعد شهر جالك دور بردي تاني وهي أنت بقى أدوار بردي تي أدوار متلازمة هتفضل كل أسبوعين تلاتة تاخد حقنة هتخش في فرط استخدام الكورتزون دكتور في سنة من السنة كنت باخدها كل أسبوع بفعل أولا هتخش المشاكل أثار جانبية من الكورتزون سكر ضعف مناعة مسكنات بدون داعي على الكلة والكبد مضاد حيو بدون داعي وحقن وفي بعض الأحيان كمان بيتم اعطاها بدون إجراء اختبارات حساسية ودي اللي أدت إلى وفاة بعض الأشخاص أو أكتر من الشخص أولا أنت خدت تلاتة بدون داعي أسرت على مناعتك خدت كورتزون خدت مسكن كل ده له أضرار جانبية على المدى البعيد فرط استخدامه أولا بدون داعي زي ما قلنا أنت بتدعي في مناعتك بحقنة مضاد حيو أنت مش محتاجه بتدعي في مناعتك بكورتزون أنت مش بحتاجه بتدعي في مناعتك بمسكن متأثر على الكلة بمسكن فرط استخدامه بيأثر على الكلة صحيح طب أنت حسيت بارتياح آه بس أنت لو خدت قرسين بارستامول برضو كنت هتشعر بهذا الارتياح طب حالك بتقول مش محتاجه طب إيه الحالات اللي أنا ببقى محتاجة فيها مضاد حيوي إيه الإجراءات الأمنة للمضاد الحيوي أولا لازم أكشف ما فيش حاجة اسمها أروح الصيدلية أنا أخذ حقنة 2-3 في 1 عشان أخفه بسرعة الدكتور الطبيب هيحدد لك دي عدوة فيروسية ولا عدوة بكتيرية لو عدوة فيروسية أنت بتاخد خوافة حرارة وسويل وترتاح والتاب عدوة بكتيرية بمعنى إيه في صديد على اللوز صديد والدكتور شايف أن في صديد أو التهاب بكروبي بكتيري على اللوز بيحتاج مضاد حيوي الدكتور اللي بيحدده ولو محتاج حقن هيقول لك خدها باختبارات حساسية داخل المستشف طب ما وكن بيقول لك كورونا فيروس مش بكتيريا وكننا بناخد له مضاد حيوي هنا كنا بناخد له عشوائي بدون أي وضع طبي الحالات اللي بتاخدها مضاد حيوية لكورونا الحالات اللي مشتبه فيها عدوة فيروسية مع بكتيريا لكن فرص استخدام المضادات الشهيرة اللي بناخدها في كورونا بدون داعي ملوش أي استخدام طبي حتى في البرتقول مش مذكور إلا في حالات معينة تحت إشراف طبي لما يكون فيه اشتباه إن في عدوة فيروسية مشتركة مع العدوة البكتيريا غير ذلك لا ينصح باستخدام أي مضادات حيوية في العدوات الفيروسية نهائيا إلا لو ارتقى الطبيب إن فيه اشتباه إنه عنده ما يسمى بالعدوة المشتركة الفيروسية والبكتيريا في هذه الحالة يتم أخذه تحت إشراف طبي غير ذلك لا ينصح باستخدامه وبالفعل أكتر جميع أنت قلت في بداية المنطقة أكتر من 75% من الأدوار المنتشرة حاليا لا تحتاج إلى مضادات حيوية نهائيا لإنها عدوات فيروسية لا إما برد لا إما مخلوي لا إما إنفلوانزا لا إما كورونا والأربعة لا يحتاجوا إلى مضادات حيوية نهائيا نعم دكتور أمجد يعني أحيانا البعض بياخدوا المضاد الحيوي ثلاث أيام يحس بارتياح شديد ما يكملش كرسو المضاد الحيوي شكرا أنا خفيت دي بقى الكارسة التانية ده في حالة بقى إن أنا أقررت أنه ياخد مضادات حيوي أنا أقررت أنه ياخد مضادات حيوي بعض الأسر هو خف في خلال يومين ثلاثة من المضادات الحيوي ويقوم يبطلوا لا بيخلي برضو نوع من المقاومة للبكتيريا وبيخلي جسمك بعد كده لما تيجي تاخد مضادات حيوي ما يجيبش نتجة معك يعتمد الكرسي للطبيب محدده لو الطبيب قال لك هتاخد مضادات حيوي العدوى دي بتحتاج أسبوع وقصر تاخد المضادات الحيوي يوم أو الاثنين وبطلوا مش أكملوا أصلا أنا خفيت الاثنين كارثيين أخذوا بدون داعي كارثي وأخذوا بدون استكماله وبدون داعي برضو كارثي الاثنين بيأثروا على المناعة والاثنين بيخلوا البكتيريا بعد كده تقاوم هذا النوع من المضادات الحيوية حكي لنا إزاي يعني دلوقتي مثلا أي أم دلوقتي أنا حط نفسي مكانها لو أم ابتدى ابنها يبقى تعبان وزي ما أنت قلت ظروف ممكن ما تبقاش أو بالليل يعني تاعب مش عارفة توديل دكتور أي حاجة تعمل إيه حنية الأمهات اللي بتخلي يعني افتح برضو الكوميليين وديه المضادة الحيوية بمعنى أنا ابني سخني دلوقتي المضادة الحيوية مش هنزل السخني على فكرة على عكس من الناس معتقدة أن أنا الحقنة ديلة تنزل الحرارة هتديله خافة حرارة المواد الشهيرة الآمنة اللي هي مادة البرستمول هتديله لحد الصبح لحد ما توجه للطبيب أو أقرب وحدة صحية لو أنا في منطقة رفية هيكشف على ابني طب أنا بقى أنا دلوقتي طبيب هو في الوحدة أو في الهياتي بكشف على الأم بقول لي أم أنت هتصبرين يومين بخافض الحرارة وهتجيلي تاني بعد يومين تاني لو لقينا ابننا فعلا في عدوى بكتيرية هنبتدي نلجأ لمضادة حيوية هنصبر يومين كاملين بخافض الحرارة الحالة لا تستدعي إلى مضاد حيوية الطمأنينة أنت تطمن للأم أن أنت هتتبع طفلها خلال يوم أو اتنين تاني مش هتسيبه لا الأم سعب بتشعر بالطمأنينة وبتصق في رأي الطبيب أنها ما تلجأش إلى مضادات حيوية يومين وبنلاقي السخنية نزلت الأم بتتطمن يا فعلا يا دكتور أنا ما ديتوش مضاد حيوية والواد بقى كويس هي بقى اعتقادها أن المضاد حيوية هو الهجيمة تيجى بسرعة لكن لو حصل نوع من الطمأنة ونوع من المتابعة الجيدة للطفل أو الشخص اللي عنده ارتفاع حرارة أن العدوى دي بالفعل مش محتاجة مضاد حيوية محتاجة سوائل محتاجة تغذية محتاجة خفض حرارة محتاجة راحة يومين مع المتابعة بالفعل بالنقي الحرارة بتزول وبدون استخدام مضادات حيوية أنا كنت بقول للأم الحالة أو الدور اللي عدي بدون ما تدي لطفلك مضاد حيوية اعملي حفلة فعليا لأن انت مش هزا أقولك في أمهات كل أسبوع مضاد حيوية مضاد حيوية في أمهات محافظة على أطفالها في تاريخهم العمري مدتهمش ولا مضاد حيوية ده الطفل ده بيبقى يا شب على سليم مناعيا بتقل صبته بالأمراض بيبقى سليم جسديا بتقل صبته بالأمراض المناعية بتقل أعراض الحساسية لما يكبر لو هو عنده تاريخ استفارة استخدام المضادات الحيوية لو فيه هستوري أو حاجة جينية إنه هو يكون عنده استعداد إن يقول حساسية المضادات الحيوية لأسف بتظهيرها بنسبة جدولة جدا تساعد على ظهور الحساسية في الصغر تساعد على ظهور الأمراض المناعية ده فرط استخدام ده عشان جدا بتدينينا نلاقي أطفال كتير عندهم يمكن حساسية من الفراولة من الحساسية المصارفة للأسف إنه إحنا قتلنا البكتيريا النفعة اللي بتساعد على الغذاء وامتصاصه على التحور المناعي على تشكيل جهازه المناعي لما يكبر إنه هو يبتدي يتعرف على الغذاء صح فجأة لأي طفل يتحسس لأشياء للغذاء مع إنهم في الأصل ما عندهوش حساسية وده بسبب فرط استخدام المضادات الحيوية بدون داعي نعم طيب دكتور في بعض الأحيان أشخاص نحن بنتكلم على عادات مغلوطة وحضرك يعني تقول ده سليم ولا محتاجة اللي احنا نوجه عناية المشاهدين بها في أحيانا بعض الأشخاص ابني تاب وعاوز يخف بسرعة فبديله مضاد حيوية واحد جرام بدل ما بديله خمسمائة ملي جرام يقعد معاه أربع خمسة أيام لا ده الواحد جرام هم تلتة أيام علشان برضو ما أعشف فخ اللي أنا ماكملتش الكورس أنا التزمت تلتة أيام وهي كابسولة في اليوب فارسة أولا هو الدهيل وهو محتاجه ولا لا هو أصلا برضو احنا هنرجع لنفس أصلا نقطة أتكلم هنا على الجرعة بقى نفسها يعني حتى إذا كان في احتياج نحن أقررنا أنه هو في احتياج يعني هو صاب مع القرار المراضي هو ما نرحش لاسترشادات للطبيب والدالو بس الجرعة هو حديدها بمداد حيو هو بالفعل عدوة بكتيريا محتاج مداد حيو المداد حيوية بتحسب مش بالجرام تحسب بوزن الطفل والنوع ده بيحتاج قد إيه لكل كيلو بمعنى مثلا هذه المادة بيحتاج الطفل 15 ميلي جرام منها لوزنه لعشرة مثلا الطفل ده وزنه 10 كيلو النوع اللي هتجيره المداد حيو ده بجرعته قد إيه لوزنه مفيش حاجة اسمها الجرعة العشوائية بيحتاج مثلا 15 ميلي جرام يبقى ده تقسم مثلا 500 كل 12 مفيش حاجة اسمها أنا بقى إيه أخدها مرة واحدة في اليوم لا هي الجرعة بتحسب على وزن الطفل وتتقسم على عدد الساعات مفعول المداد هذا مفعوله كل 6 ده مفعوله كل 12 لا ده ممتد المفعول النوع ده فيه أنواع ممتدة المفعول تأخذ كل 24 هي تركبتها كده ممتدة ل 24 ساعة مش بمزاج العيان الطبيب اللي بيحدد الجرعة على حسب نوع المداد ده بيأمتد المفعول ولا يأخذ كل 6 ساعات ولا يأخذ كل 12 ساعة ولا يأخذ كل 8 ولا يأخذ جرعة في اليوم ووزن الشخص الوزن والجرعة بنحدد هو هياخد قد إيه على مدار الإسبوع كل 12 ولا كل 24 ولا 500 يأسمهم ولا الجرام يأخذ على بعض ما فيش الكلام ده الجرعة تحدد بالوزن ونوع المداد فيه مداد ده بتأخذ مرة وحدة يوميا لأنها ممتدة المفعول فيه مداد ده حيو ما ينفع الشخص إلا كل 12 فيش حاجة اسمها أنا بقى أنا أخليه كل 24 وضع في الجرعة ما فيش الكلام ده انت كده بتضر منعته بيدر نفسه أولا بيفتقد جرعة لأنه محتاج جرعة بعد 12 ساعة مش بمزاجه إنه أخذها كل 24 لمدة 24 ساعة هذا يعطي غطاء بكتيري مضاد بكتيري لمدة 12 ساعة ده المدة 8 ساعة ففيش حاجة اسمها إن أنا أزود الجرعة كده عشان الدور يخف بسرعة وبدل مستجرام أخليه جرام طب إيه حقيقة إن المضادات الحيوية بتأذي على المتحورات الفيروسية تأذي على المتحورات بالعكس لفرط استخدامها بتأثر على منعتنا بتخلي منعتنا للأسف تتقبل يحدث نوع من التحور الفيروسي يعني مثلا إن تجي لك عدوة فيروسية دخل جوة جسمك يخرج بسرعة متحورة فرط استخدام المضادات الحيوية أثر على منعتك ويساعد على انتشار التحورات على عكس ما يقال المضادات الحيوية بالذات التي تأخذ بدون داعي أثرها كارثية وبعد فترة وده كان تحزير من نظمة الصحة العالمية إن إحنا بعد فترة قد نواجه أنواع من البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية مش هنلاقي مضادة حيوية يجي من نتيجة مع ميكروب ينتشر عالميا وده كان حاجة مفجعة نخاف منها لإن أنت قد تفاجأ بوابق جديد محتاج مضادة حيوية وإنت مفيش مضادة حيوية يجاب نتيجة معك هنا دبع يعني أيما كانت أسماء المضادات الحيوية لكن ما يتكلم على المادة الفعلة المادة الفعلة أصبحت يعني منذ عقود هي هي سبتة تمام والبكتيريا تحديدا بتنشط وتتحور أو شكلها يختلف من سنة أو من عام لآخر أو خلانا نقول حتى من عقد لآخر هل إحنا في احتياج لتطوير المضادات الحيوية اللي موجودة حاليا في الأسواق؟ بالفعل وده بيحدث بسهل المفاجأ بيحدث العكس يعني إحنا فيه أنواع مضاد حيوي بتستخدم في الرعايات فأنواع معنا من البكتيريا في الأطفال الردع اللي بتحجزوا في الرعاية بالتهاب رقوي فوجئنا أنه بيتم الآن كتابتها وصرفها لأدوار البرد العادية قال يعني هو بقى أجيب من الآخر أجيب أعلى مضاد أوصل اللبن الوحش علشان أنا كده هقضي على دور البرد العادية وده للأسف هيخلي طفل بعد كده يخش الرعاية أجد ديوله المضاد الحيوي ده ما يجبش استجابها وده للأسف إحنا بنفرط في استخدام المضاد الحيوي العالية العالية في الجيل كمان يعني مش العالية في السعر يعني الجيل ده يعني ده أحدث مضاد حيوي لبكتيريا خاص ببكتيريا معينة لأنا بتاخده في البرد لقيتها باخده في اللوز يا سيدي ما هم بيستخدمش في دور ملوش دور ده ليه دور في بكتيريا معينة بتسبب التهاب الرأي وأنت بتضعف منعتك أنت بتخلي بعد كده البكتيريا دي المضاد ده ما يجيبش نتيجة معه الخطأ في النهاية مش بول أنا أحسن خايف على ابني أنا هجيب له أحسن حاجة أنا فهم حضرتك بس الخطأ في النهاية مش عاوز برضه أعلق دايما شمعت الخطأ على الاستخدام المفرط للمواطن والمواطن هيعرف المادة الفعالة دي منين هيعرف تحديدا فكرة المضاد الحيوي ده هو أعلى جيل موجود في المضادات الحيوية منين وهو أكيد فيه طبيب حب يعمل معايا يعني نوع من أنواع الواجب قد يكون أسرة أخرى أنا روحت كشفت عند الدكتور طب حالتك جير حالته وكتاب له مضاد حيوي لأ طب العطارين اللي احنا بنتعالج دي نتيجة في خلال يومين طب وريني رشادة كده هնة يومو أخذو رشادة كرر طب ما يمكن ده برض وده التأется قوي مايمكن ده عدو فيروسية وده عدو بكتري مايمكن ده محتاج للمداد الحيو نجود مع أطفالنا لأنه لقدر الله الغلطة هنا بفورة خلينا أول ما نحس أنه أولادنا تعبنين ينتجه لدكتور يأما نبتدي بالحاجات البسيطة لو خفت للحرارة بلاشن نحن حتى الكبار تبقى سهل حاجة عندنا أن ناخد المضادات الحيوية لأنه خلاص العلماء اكتشفوا أن دي من أخطر الحاجات اللي ممكن حضرتك تسببها لصحيتك أو لصحة أطفالك كل شكرا لك الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة شكرا لكي فاندب على وجودات معاني نورتين نورتين يا دكتور أمجد شكرا لك